تحقيق 20 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحيم في دواش نائب الخامس لرئيس المجلسة الجامعية القليعة نحن الآن في إطار اجتماع المجلس الجامعية القليعة برسم الدورة العادية لشهر مايو 2023 هذا هو الدورة التي تعرفت مجموعة النوقات التي تهم الساكنة والطراب الجامعة القليعة فيها ما يدخل في إطار البنيات التحتية والمشاريع التي تعرفت الانتلاقها أو ستعرف الانتلاقها فيما بعد وهي تتعلق بالمصادقة على محاضر الليجنة تقييم الخبراء لإقتناء مجموعة العقارات التي تعرفت المشاريع في إطار البنية التحتية الجامعة القليعة كذلك عرفت الدورة ومجموعة النوقات التي تعلق بشكل اجتماعي وخصوصاً شريحة مهمة هي الأعوال العراضيين التي تابعي لجامعة القليعة وكذلك في إطار هذا العمل عرفت الدورة تعديل اتفاقية شاركة المبرمة مع ما بين الجامعة القليعة والجمعية ديالشؤون الاجتماعية الموظفة الجامعة القليعة وهذا النقطة اللي عرفت تعديل ديالها تخصيص واحد الاعتمادات المالية لأعوال العراضيين من أجل الرفع من المساعدات الاجتماعية لهذه الشريحة كذلك الدورة عرفت واحدة مجموعة ديالنوقات في الشيق الرياضي واللي هي تتعلق باتفاقية شاركة المبرمة سابقاً ما بين الجامعة القليعة والفورق المنضوية تحت لواء العصبة لكرة القدم هذه النقطة اللي عرفت أنه في إطار واحد الاجتماعات متتالية معها ما بين الجامعة والفورق التالية هذه الاجتماعات اللي خرجتها مؤخراً بحد النقطة مهمة اللي هي اندماج هذه الفورق الثلاثة في إطار فارق واحد وهو أبطال القليعة بحكم القسم اللي ينشط فيه هذا الفارق وعلى إطار هذه الاتفاقية أنه قد تعرف كين اتفاقية أخرى اللي هي تعرف تعديل اتفاقية شاركة ما بين أبطال القليعة وجامعة القليعة اللي قد تعرف الرفع من المنحة المخصصة لهذا الفارق كذلك نقطة أخرى مهمة في الشق الرياضي اللي هي نظراً للخدمات والنتائج الإيجابية اللي كتحصل عليها الجمعية الريادية شباب القليعة ارطأينا كمجلس الجامعي بتشجيع هذه الجمعية وذلك بالرفع ديال المنحة المخصصة لهذا الجمعية الريادية شباب القليعة اللي عرفت مؤخراً تأسيس واحدة لمجموعة ديال فارق في رياضات أخرى ومن أجل تشجيع هذه الجمعية ارطأي المجلس الجامعي أن يصادق على الرفع من الاعتمادات المخصصة في إطار هذه الاتفاقية من 160 ألف درهم إلى 280 ألف درهم من هذا المنبر أود أن أشكر جميع المكونات المجلس الجامعي من السيد الرئيس وكذلك الأعضاء المكتب المجلس الجامعي والمكونات ديال المجلس الأغلبية ومعارضة على النقاش الجد والمستفيد في طيلة المراحل المناقشة ديال هذه النقاط المدرجة في برنامج الدورة كذلك لا ننسى أن نشكر السلطات المحلية التي تساند للمجلس الجامعي في شخص سيد باشا المدينة القليعة وكذلك عامل عملات إذ كان يتملل لدائماً كيمد يد العون للمجلس الجامعي القليعة في جميع المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عامل الجامعة شكراً المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل أولاي الحسن وشد تأذركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير السعيد أولاي رشيد وكافة آل بيتهم الأشراف للمطهرين وأزل شعال أبي بالرحمة والدفاع على رحول فقيلة العروبة والإسلام المغفور للحسن التاري والمغفور للمحمد الخامس طيب الله وترى